النهاردة النهاردة جامعين نز مالك بعد خبر ساسي وتدوله في السوشيال ميديا ما ينفعش ان احنا بكابتالي ده عبدالله ما يكونش موجود معنا بقى والنهاردة يطلع تريند الصراع في الموقف ده كابتال خلينا اقولك على مدار ست شهور واحنا بنتكلم ساسي والجامعين تقولك احنا نقدر ندفع فلوس واحنا عندنا نقدر نتبرع لساسي عشان يخش في الاخر احنا كنا بنتكلم احنا عرضنا في فيديو من شوية ان اللاعب خلاص تقريبا هو ماضي ولكن بيماطل فقط لغير عشان ينهي عقده في المرحلة ده كابتال ده عبقال كان عنده تفكير تاني انه ممكن ساسي كان يمضي ولا كابتال زمالك ولا كان مقتنع انه خلاص لا انا من ساعة لما بص هي مش كلامه بس هو لو بحب نادي الزمالك وجمير نادي الزمالك كان هيمضي بس طبعا المقابل اللي جايله انت بتقولي 3 مليون يورو ولا دولار تمام وانت عارف ان اللاعبة دي اصلا يعني سنتين 3 وهتبطل فالراجل فكر في المادة اكتر بس هنا بعيد بقى على نادي الزمالك ومدربينه لان هو الوحيد اللي وقف موقف داكر كان قشف قاسي لما قعده ساعة موضوع الانفاوضات ده في الاول لو تفتكر وقام جاي من لعب امام عشور امام كسر الدنيا وهي وكانت الناس مفروض بقى من هنا امام يركب هم هم السبب يعني الناس اللي لعبت ساسي تاني ورجعته تاني والكلام دا انت عادت تلمع فيه تلمع بص ساسي بعد الاصابة قبل الاصابة حاجة تانية خالص لعيب في حتة تانية سواء عن المستوى الافريقي المستوى العربي المستوى المصري ده لعيب كان يعني عنده حلول كتيرة بعد الاصابة الحسن الوحيدة اللي عملها الجنال في النادي الاهلي يعني مفروض جمهوري الزمالك استحمله بص جمهوري الزمالك مشكرته ان هو عاطفي عاطفي قوي وعشري قوي وبيحب اللعيب قوي لدرجة ان انت لسه بتقول لي ان هو قاله هنلم من بعض كان اختراح موجودة كتب لا ماينفعش كده ماينفعش كده مع انت ده المشكلة بقى في جمهوري الزمالك تعال بقى على جمهوري النادي الاهلي لو حصل الكلام ده في ثانية يقلب زي شفت رمضان صبحي موقف رمضان ده كان سؤال كنت هسأله لك كتب واخد لك شوف هنا جمهوري الزمالك معندوش العاطفة مجلس الادارة قال ايه حتى لو هم بيحبوه حتى لو هم عايزينه بس المجلس خد قرار هم بيسندوا المجلس لا انا هسألك سؤالة كتب هو مش موقف عبدالله سعيد وحاجة نادي الاهلي كان في وقت الحاجة الفنية العبدالله سعيد كانت ملحة جدا يبقى متواجد ايوه ولكن اخدوا قرار بالبيع ايا كان بقى الموقف نفسه لا بص في موضوع عبدالله السعيد هم انت عارف ايه يعني في الفترة دي ان هم كانوا يتبغددوا على عبدالله عايزين ينشفوا دمه ويعصروا على الاخر عشان يوافق على المبلغ اللي هم قالوه ما كانوش متخيلين انه هو يروح الزمالك وانا لو من كابت القطيب لما راح نادل زمالك ما كنتش خلاص بقى رجع بس سيديها تبقى سقطة في تاريخ الكابتن محمود لان اول مرة في تاريخ نادي الاهلي ان نادي الزمالك وتحديدا مرتضى منصور بيخش جوه النادي الاهلي وبيقض افضل لعيبة اللي هو كان عبدالله السعيد ووحمد فتح فكان لازم يرجع كان لازم يرجع عشان صورة الخطيب ما تتهزش قدام جماهيره فرجع فلما رجعت بغدده تاني وقال لك مش عايزينه وهنا تلعج بمهور النادي الاهلي وقال لك احنا اه اصحاب القيم والمبادئ احنا مش عايزينه طب كنت هتموتوا عليه ليه لما راح نادل زمالك ما كنت سبته فاعتقد ان هو لو كان ساعتها كان الكابتن محمود الخطيب طنش وخلاص يروح يروح والانهما اللي بغددته قعد يا سيد قوله ان احنا امكانياتنا كذا والكلام ده عبدالله السعيد رجع بقديه وبعد كده لما رجع هم بقى عاشوا في الدور تاني وقال لك لا يمشي ما يخشش النادي طب جبتوله ايه ما هو سياسة النادي يا كابتن لا لا هنا بقى والعظم اللي بنقول عليها دايما دايما ان النادي الاهلي بيبقى فيها قيم يا كابتن موجودة مش قيم مش قيم هي خاف ان الصورة تتهز وفعلا لو كان عبدالله السعيد راح والليبس فانيلة نادي الزمالك وكان تعلق كان الخطيب الدورة اللي جا مش موجود وممكن كمان كان بعديها على طول ما كانش مرغوب فيه وفي الاخر النادي الاهلي اشتغل من غير عبدالله من غير رمضان من غير اي حد هاي دا دي مفروض بقى للنادي الاهلي اللي بيقولك بمان حضر طالما ان الراجل سابني وراح مضى في حتة قلاص انا يا كابتن مسؤول في النادي في الوقت دا فلازم هتعامل بالشكل لا ما تعملش ليه يا كابتن الكبرياء عندي والكرامة من انا مش كبرياء بق اش معنى يا الوضع في الوقت دا لو تتذكره كان موضوع حساس جدا 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 مش انت اللي تبغدبت عليه وقلت احنا تسعة مليون جنيه طيب ما هو انا قال لأ الراجل قال لك لا طيب ما هو احنا بنتكلم ما هو عليه فرجاني وفرجاني اساس انت قلت له يا عم دا مش مصري خلي بالك خلي بالك ان فرجاني واشف بن شرق دول مش مصريين دول جايين ما تحسباش مصريك انا بحسبها لعيب محترف لا يا حبيبي ايوة المحترف دا بتاع برا دا غير المحترف بتاعنا طيب يعني انت بيكون لا زيك كابتن زيك انا مراجي تنظل زيك لا التاني جاي ومتغرب وسايب اهله عشان الجنيه عشان الدولار عشان اليورو انما انت عاد في مصر اللعيب سواء في الاه وعارف قيمة الاهل وعارف قيمة الزمالك وعارف قيمة انما دوم اللي بمشي دعوة دا اللي هيطلع له اكتر يعني انت بتقول ثلاثة مليون لو الزمالك عرض عليه اتنين مليون تسعمائة وخمسين الف يورو مش هيوافق مش هيوافق لان الخمسين هيفرقوا معا لو قال لي من مئة الف يورو ما لدغدغت المشاعر اللي احنا كنا بنسمعها يا عم يصلك بقى ما خلاص القوانطة دي بقى انتهت يا عم فاروق ودغدغت هو في اكتر من المشاعر بتاعة عبدالله ورمضان والرجالة دي بص المشاعر عند الجماهير بس عند جماهير القرى المشاعر وزا ما بقول لك كده جمهور الزمالك عشري جمهور النادي الاهلي مشكلته انه هو زي ما الادارة بتاخد قرار هما تبقى بتشوفها مشكلة يا كابتن لا انا بشوفها انا بشوف دي حاجة كويسة بتقول مشكلته هو مش مشكلة خالص انا بشوف انه هو انا في ظهر ادارتي اي ان كان القرار الان هتاخده ما انا بقول لك اهو دي حاجة كويسة انما انت مجيش مثلا كجمهور طول هلم الساسي طب بعد كده لما يجي حد تاني جد هتدمله برضو لا لازم لا يسرع على الساسي بعد كده يسرع على كل وانا